لم تنتهي تحركات المرحلة في تونس فالبلد يترقب حزمة قرارات رئاسية هامة أخرى أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد نظره الجزائري عبد المجيد تبون بذلك خلال محادثة هاتفية ووفق بيان لرئاسة الجزائرية فإن سعيد طمأن تبون خلال الاتصال بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وعلى وقع تحركات الرئاسة التونسية تؤكد الولايات المتحدة دعمها للديمقراطية في تونس خلال اتصال هاتفي نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي شيك سوليفان للرئيس التونسي دعم الإدارة الأمريكية للديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق والمؤسسات والاتزام بالسيادة القانون فضلا عن تشكيل حكومة جديدة وضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب بما يحقق وفق واشنطن الاستقرار للاقتصاد التونسي ويسمح بالتعامل مع وباء كورونا في رسائل طمأنته للداخل والخارج يشدد الرئيس التونسي على أنه لا خوف على الحقوق والحريات في تونس ويؤكد سعيد أن المطلوب في المرحلة هو مكافحة الفساد فيما المحادثات تجري على قدم وساق بين أطراف سياسية عدة لبلوغ توافق سياسي بما يسمح بتوحيد المواقف بشأن خارطة طريق تخرج تونس من حالة التدابر الاستثنائية في أقرب وقت